أخيرا بعد أحداث درامية وتأجيلات عدة سيلعب إياب نهائي كوبا لبرتدوريس التاريخي الذي يجمع العملاقين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز ولكن خارج الأرجنتين للمرة الأولى في التاريخ حيث سيحتضن اللقاء ملعب سانتيغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد معقل الفريق الملكي الذي يتسع لاستضافة أكثر من ثمانين ألف متفرج ليكون شاهدا على واحدة من المباريات الأسطورية التي ستحفر في سجلات التاريخ اختيار العاصمة الإسبانية جاء لعدة أسباب حيث يتواجد فيها أكبر جالية أرجنتينية في العالم بجانب احتلال المدينة المركز العاشر في قائمة أكثر المدن أمانا على مستوى العالم كما تمتلك العاصمة الإسبانية مطارا متصلا بشكل كبير برحلة من أمريكا الجنوبية رغم تحفظ البوكا والريفر على خوض اللقاء في البرنابيو إلا أن الظروف الأمنية تشير إلى عدم إمكانية اللعب في الأرجنتين بعد أحداث الشغب المؤسفة التي أكبرت اتحاد أمريكا الجنوبية على إلغاء مباراة الإياب ذلك بعد اختناق لاعب بوكا بغاز القنابل المسيلة للدموع عند تفريق جمهور ريفر المحتشد حول حافلة فريق البوكا يحظى السوبر كلاسيكو بخليط استثنائي من الإثارة والمتعة والأدرينالين يؤهل هذه المباراة لتكون نهائي القرن بامتياز خاصة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب لا بومبونيرا مع قليب بوكا جونيورز في مباراة لم يغب عنها المتعة أيضا أنصار ريفر بليت رفقوا بعثة فريقهم إلى إسبانيا وسط أجواء حاشدة وتطلعات بإحراز اللقب الكبير والنهائي الذي يعتبره جمهور الريفر الأهم والأغلى في تاريخ فريقهم في المقابل لم يتخلى جمهور بوكا جونيورز عن فريقه في رحلته إلى مدريد في ظل تفاؤل كبير يسود معسكر أنصار المهاجم الشهير كارلوس تيفيز إذن مباراة التاسع من ديسمبر الجاري ستكون فرصة رائعة لعشاق كرة القدم لمعايشة الشغف الأرجنتيني في البرنابيو ولعل نفذ جميع تذاكر المباراة بعد طرحها على موقع ريال مدريد في أقل من ساعة واحدة فقط خير دليل على ترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة لهذه المباراة